السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أبنائي وبناتي أطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الأول ابتدائي معكم معلمتكم حصر مح نستعرض سوياً قوانين التعلم عن بعد بدايةً أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعداداً للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيداً حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسي لهذا اليوم أنا أحمي نفسي إثنان الهدف العام معرفة الطالب والطالبة حماية نفسه ويلعب في المكان القريب من والدي ما هي الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة كيف يحمي نفسه أن يحدد الطالب والطالبة اللعبة القريبة من والديه أن يعدد الطالب والطالبة بعض السلوكيات الخاطئة في اللعب بعيداً عن والديه أن يتعرف الطالب والطالبة على أهمية حدم الإبتعاد عن والديه هنا نرى العائلة عائلة أبو فواز ومعهم فواز ونورا وياسر هنا أين يلعب فواز ونورا وياسر يلعبون؟ بالقرب من والدهم لم يلعبون بعيداً ألعب بجانب والدي أو والدتي لا أبتعد عن والدي ووالدتي أثناء اللعب وأختار اللعبة القريبة من أبي وأمي لا أبتعد عن أبي وأمي وأختار اللعبة القريبة من أبي وأمي مثال الصورة هنا فواز ونورا وياسر أين يلعبون؟ أحسنتم يلعبون بالقرب من أبيهم وأمهم وأنتم كذلك يا طلابي وطالباتي وهنا نرى أبو فواز ونورا أين؟ أين نورا؟ أين نورا وسعد وفواز؟ أين؟ هنا يذهبون يلعبون بعيداً هنا التصرف خاطئ لابد أن ألعب قريباً من أبي وأمي أين اللعبة القريبة؟ هل هذه اللعبة القريبة أم هذه؟ أحسنتم هذه أحسنتم اللعبة القريبة من أبي وأمي هذه اللعبة القريبة من أبي فواز وأم فواز وأنا كذلك عند اللعب ماذا أفعل أحسنتم ألعب في اللعبة القريبة من أبي وأمي أحسنتم يا طلابي سأقول لكم قصة هنا قررت عائلة أحمد الذهاب إلى الحديقة هنا العائلة قررت أن تذهب إلى الحديقة فلعب أحمد مع بدر بالرمل أما أمل فكانت تقفز بالحبل هم يلعبون بجانب الأب والأم أم لا هنا في الصورة لا ماذا يجب عليهم أحسنتم أن يذهبوا ويلعبوا قريبا من أبيهم وأمهم أحسنتم يا أبنائي هنا وهنا أحسنتم هنا يلعبون بالقرب من أبيهم وأمهم أحسنتم يا طلابي وطالباتي وأنا كذلك لا أبتعد عن أبي وأمي أحسنتم هنا أحمد وبدر يلعبون بالرمل أين قريبا من أبيهم وأمهم ونورة كذلك تقفز بالحبل قريبا من أبيها وأمها الأب والأم يعدون الطعام لأطفالهم الأكل أصبح جاهزا فاجتمعت العائلة لتناول الطعام هنا اجتمعت العائلة بعد الانتهاء من الطعام قاموا بتنظيف المكان بعدهم أين لعبوا أحمد وبدر وأملف أين لعبوا بالقرب من والدهم ووالدتهم أحسنتم لعبوا بالقرب من أبيهم وأمهم أحسنتم يا طلابي وطالباتي وأنتم كذلك هنا هنا أحمد ونورة وبدر يلعبون بالقرب من والدهم أحسنتم يا طلابي وطالباتي وأنتم كذلك أحمي نفسي كيف أحمي نفسي عندما أذهب إلى الحديقة أو مدينة الألعاب ألعب بجانب والدي ووالدتي أحسنتم أحمي نفسي ألعب بالقرب من أبي وأمي الهدف ألعب في المكان القريب من نظر والدي ووالدتي أنظر هل أبي وأمي ينظرون إلي وألعب بالقرب من نظر والدي ووالدتي دائما وأبتحت هل لعب في الأماكن البعيدة عنهم أحسنتم يا طلابي وطالباتي الهدف أين ألعب هل ألعب بعيدا عن والدي ووالدتي لا أحسنتم أين ألعب بالقرب من نظر والدي ووالدتي دائما لا أبتعد عن والدي ووالدتي في اللعب أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا نشاط رقم واحد لون الدائرة أسفل الرسم الذي يمثل مكان اللعب الصحيح هنا تنظرون هنا الصورة الأولى ماذا ترون في الصورة الأولى يا طلابي وطالباتي هنا العائلة اجتمعت هنا العائلة يلعب ماذا تلعب نورة وفواز بالقرب من والدهم وياسر أين ياسر يلعب بالقرب بعيدا يلعب بالقرب بعيدا هل تصرف ياسر صحيح أم خاطئ خاطئ أحسنتم يا طلابي وطالباتي تصرف ياسر هنا خاطئ أسفل الصورة ألعب بعيدا وحدي هل هو صحيح هل ألون دائرة أسفل الصورة الأولى لا أحسنتم لا ألعب بعيدا وحدي تصرف ياسر هنا بلعب الكرة بعيدا عن أبيه وأمه خاطئ أحسنتم الصورة الثانية ماذا ترون ألعب بجانب والدي أو والدتي أحسنتم هنا تصرف صحيح ماذا أفعل السؤال لون الدائرة أسفل الصورة نلون الدائرة أسفل الصورة باللون المفضل لدينا نمسك القلم مسك صحيح ونلون الدائرة ألعب بجانب والدي ووالدتي وأنتم كذلك يا أبنائي لابد عليكم أن تلعبوا بجانب أبيكم وأمكم أحسنتم يا طلابي وطالباتي نشاط رقم اثنان أرسم دائرة حول اللعبة القريبة من والدك ووالدك هنا أبو فواز وأمو فواز في الصورة أين اللعبة القريبة؟ أين اللعبة القريبة؟ هل هي اللعبة الأولى أم اللعبة الثانية؟ أين اللعبة القريبة؟ أين اللعبة القريبة؟ هل هي اللعبة الأولى أم اللعبة الثانية؟ فكروا أحسنتم يا طلابي وطالباتي اللعبة الأولى نرسم عليها دائرة نرسم عليها دائرة نختار اللعبة القريبة ونحن كذلك يا أبناء عندما أذهب إلى الحديقة أو أذهب إلى مدينة الألعاب هل ألعب بعيدا عن أبي وأمي لا أحسنتم يا طلابي وطالباتي أختار اللعبة القريبة وألعب في نظر أبي وأمي لا أبتعد عن أبي وأمي أحسنتم يا طلابي وطالباتي إذن ماذا تعلمنا من درسنا لهذا اليوم؟ ماذا تعلمت يا طلابي وطالباتي؟ يجب علي أن ألعب قريبا من نظر والدي ووالدتي يجب علي ماذا؟ أن ألعب قريبا من نظر والدي ووالدتي دائما وأبتعد عن اللعب بعيدا عنهم ماذا تعلمت؟ ماذا تعلمت؟ هل ألعب بعيدا عن أبي وأمي؟ لا أحسنتم يا طلابي وطالباتي لماذا لا ألعب بعيدا عن أبي وأمي؟ قد أقع في المشكلات أحسنتم وأقع في خطر كبير لا بد أن ألعب أحسنتم قريبا من أبي وأمي يجب علي أن ألعب في المكان القريب من نظر والدي ووالدتي وأبتعد عن اللعب في الأماكن البعيدة عنهم أحسنتم يا ظلابي وطالباتي وأنتم كذلك نلعب في المكان القريب من أبي وأمي ألعب في المكان القريب من أبي وأمي يجب مراعاة الآتية عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي للتدريب على هذه المهارة بطلق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزد هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على معرفة حماية نفسه ويلعب بالقرب من والده وتحذيره عند اللعب بعيدا عن والده ووالدته التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر مح إلى اللقاء